فالزكاة يكفي أنها قرنت بالصلاة في مواضع عديدة من القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة والصدقة هنا المقصودة لي الزكاة فلي أيضا من فردة الصدقة وقال الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الصدقات لي الزكوات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليه إلى آخر إليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة ثم الإجماع حتى نظرت إلى الفرق المبتلع الأخرى كله أجمع على فرضية الزكاة ما أحد قال في يوم الأيام إن الزكاة مستحبة أو إن الزكاة يعني مكروهة أو إن الزكاة يعني في بعضها قال واجب بعضها قال كله أجمع على فرضية الزكاة وأن من تركها فهو آثم وإن تركها جحودا فهو كافر خارج من الملة فليه إجماع فإذن الزكاة واجبة بنص القرآن بنص الكتاء السنة بالإجماع إجماع الأمة الإسلامية اليومية طيب